هذا وقد فادت مصادر ليبيا بوصول طائرة المساعدات الإماراتية الحادية والعشرين إلى مطار بنينة الدولي وعلى متنها مستلزمات طبية وأساسية وملابس واقية للمنقذين والأطباء والمتطوعين وذلك ضمن الجسر الجوي الإماراتي لمساعدة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة وعززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياتها الإغاثية لصالح المتأثرين من السيول والفيضانات ووصل تقديم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين